تتهمهم أنهم رهابيين يا أخي أنت تقول لي يحرق ما يحرقه بربك 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 الآن أجهزة الأمن التونسية المعروفة ببطشها عالميا تطلق النار يا أخي إنشأي تطلق النار على الشعب التونسي تطلق النار على الشعب التونسي تطلق النار كما لو كان أسرابا من الذباب خمسين قتيل حتى الآن دقيقة يا أخي دقيقة هُنك ناس يستمعونينا هليني إسألك وجاوب على كيفا؟ أنا في موقع من يستمع ويصدق أنذر الآن إلى شوارع تونس أنذر الآن إلى شوارع تونس وعطى ظاهر يا خليل الله ما تستفقن هاي شوارع تونس هاي شوارع تونس هاي القناسة اشتعلت هم القناسة اشفاعلي أنت تبتز بصور هؤلاء بصور هؤلاء مشاعر عائلاتهم أنت تبتز بصور هؤلاء مشاعر عائلاتهم ها هو البوزيدي ه pasture هدا احنا ها هي من يتاكل المشاكل ه ها من يتاكل المشاكل ها من يتاكل المشاكل ها وين تسكين الناس ها من يتسكين الناس أرجوك أن أجيب أعداء عصابة اضرابلسية عصابة اضرابلسية منوصف لعماد للمجنوعها كلها أعداء عنواصي كلامي ارجوك أن كنت لا تستحيي أنت لا تستحي أنت لا تستحي أنت الذي لا تستحي وتتحدث عننا أحنا وتقول أنك الدبلوماسي وتركت الدبلوماسية من أجر موضوع المتحق لا لأنه لأنه هؤلاء العملاء يشتغل ويقول لك إعلامي تونسي أنت في وكالة الأمن أنت على الخارجي رئيسكم يا رجل لا ينام الليل طالع يستجدي الشعوب طالع مش عارف يحكي يعني الذي كتب له الخطاب بالأمس هناك من يقول لازم يزدتو بالسجن طالع يقول عن شعبه إرهابي طالع يسكر المدارس أغلق المدارس أغلق الجامعات أغلق الإنترنت أغلق التلفزيون صارت طالبان أصبحت طالبان أخرى في تونس طالبان كيف تردت؟ أغلقتي الجامعات والمدارس اللغة الإنشائية الجميلة يعني الرجل يتحدث وكأنه يتحدث من جبال الثورة المسلحة ونازل من الأوراسي نحو الجزائر يعني من الجبال التي احتضنت شرفاء الثورة الجزائرية بش هذا موضوعنا بش هذا موضوعنا اسمع لي لا تخطعني دعني يتحدث دعني يتحدث دعني يتحدث دعني يتحدث جواب لي عليه على تونس دعني يتحدث سيجيبه 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 يعني هذه الانشائيات الجميلة التي تنشر الأوهام في أذهان الناس نحن أمام خيارين أولا هذا الابتذال الكبير لمفهوم الثورة ومفهوم الانتفاضة اللي هو في المفترض مفهوم علمي لكي يحقق بالفعل أهدافه في التغيير طيب الظروف ليس هناك أي ظروف لما يسمى بالأزمة الثورية اللي هي مفهوم علمي وليست مفهوم شعري في مجتمعاتنا العربية حركة شارع عفوية هناك حركة شارع شرعية عفوية لكن البديل السياسي ما هو البرنامج السياسي البديل هل سترمى شعوبنا العربية في أحضان المشروع السلف الأسولي الرجعي أم في مشروع اليساري المتقرق نرجو دقيقة الذين يقودون الثورة في تونس ليسوا رجعيين ولا أسوليين لا توجد ثورة في تونس توجد اختجاجات شبابية الذي يقود الثورة في تونس هم النقابات المهنية هذه المرة لا يستطيع النظام أن يصفهم بأنه النهضة وملمة تمين هؤلاء علمانيون وأوروبا الآن تستمع هؤلاء علمانيون وليس أصوليين لا 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 ليست قضية لون سياسي ليست قضية لون سياسي اسمح لي الأمور ممنهجة يا صديقي نزل إلى الشارع شباب تونس العفوية الخالي من أي لون سياسي ولكن عملية التوظيف ندرك جميعا كيف تتم عملية التوظيف السياسي أمريكا صحبتكم أبواق الدعاية الخارجية أبواق الدعاية التي تصب الماء على الزيت أمريكا صحبتكم أبواق الدعاية التي تصب الماء على الزيت أنا عندما أفتح الكمبيوتر وأجد أسماء مستعارة جبانة تحرض وتصب الماء في الزيت هيا انزلوا للشوارع يخسر عليك من وراء كمبيوتر كلمتين لا أحد ينزل إلى الشارع إلا إذا كان جائعا إلا إذا كان مهالا هذه هي العملية كيف تتم؟ تتم عن طريق التحريض تتم عن طريق الإيهام أن هناك السلطة تريد أن تقتل شعبها هكذا بشكل ما جميل 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 بس بس عندك كلمة مهمة جدا قلت نقطة مهمة جدا طيب أنت الآن الرئيس التونسي تكرم ونزل من عليائه وقدم 300 ألف وظيفة لم يتكرم رئيس توسي ولم يقول أنه تكرم لماذا انتظر حتى هز شعب التونسي الأرض من تحته كي يقدم لهم العمل؟ لماذا طيب؟ يا سيدي ليش هذا الكلام الكبير هز من تحته لم يهزي شيء النظام في تونس يا أخي والنظام في تونس نظام قوي النظام هو سليل دولة وطنية من سنة 1956 دعنا نتكلب بموضوعية ويزيم لكلام الفارغ تونس ما هو غير عادي اسمح لي ما هو غير عادي قالوا 23 سنة لم تشهد هزة لما جاء ليتاجر بقضية البوعزيزي لا أطلق الآن نداء لشباب تونس يقول لهم كفوا على الانتحار الذي استقبل عائلة البوعزيزي ليس هؤلاء هؤلاء يتاجرون بقضية البوعزيزي الرئيس بن علي هو الذي تبنى عائلة البوعزيزي الرئيس بن علي هو الذي يتبنى قضايا الشباب الآن نحن نريد الأصلاح لا نخفي أنه في بلدنا هناك خساد لا نخفي أنه في بلدنا قضية الأصلاح مطيلة لكن ما هو المنهج بحرق البلد لا تونس ستبقى عصية على الحريق رغم أنفك وأنف أتباك شعب التونسي انتفض ولن يتراجع حتى يسقط الطاغية وعصابة الطرابة أهمك أوهمك أوهمك فقط السابيع من المباهرات سيسقطونا في تونس وفي الجزائر وفي سوريا وفي مصر ستسقط هذه العروش وتسقط هالطغط وسينتصر وتنتصر خرية ويذهب أولا إلى العملاء أول من يأخذ ويأخذ مع أولاك